الاستطلاع أظهر أن 56% من الأمريكيين لا يتفقون مع الطريقة التي تعامل بها بايدن مع التصعيد في الشرق الأوسط وعند الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان ينبغي لواشنطن إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل انقسمت آراء الذين شملهم الاستطلاع حيث يعتقد 53% من الديمقراطيين بأنه يجب عدم إرسال أسلحة إلى إسرائيل بينما يدعم 57% من الجمهوريين ذلك أما بشأن إرسال مساعدات إنسانية أمريكية إلى قطاع غزة أجاب 70% من الديمقراطيين بالإجاب فيما عارض 59% من الجمهوريين هذا الإجراء ويشير استطلاع الرأي إلى أن 85% من الأمريكيين قلقون من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط بينما أعرب 79% عن قلقهم من وقوع حوادث إرهابية في الولايات المتحدة